انتعرف ان في القصة الاصلية لحرية البحر اريل كانت ناوية انها تقتل الامير بخنجر ينفرحه واضطرت انها تخيط رجلها الاثنين فبعض عشان ترجح حرية تاني وتقدر انها تنزل المية وفي تفاصيل سودوية اكتر حصلت احكي لك في القصة النهاردة دعني حذر من شيء في البداية ان القصة ممكن يكون فيها شوية تفاصيل غير مناسبة لبعض الناس هنبدأ الاول بالقصة التي شفناها في الفيلم ازني الفيلم بيبدأ باريل حرية بحر عمر ستشار سنة وابوها يبقى هو ملك مملكة المحيط وبرغم انها خمسة الناس صغير الا انها كانت تحسى ليما بالملل والروتين وكانت نفسها انها تطلع لعالم البشر وتستكشفه قدر الاستطاعة ولكن ابوك انحالي في مئة يامين لا يوجد شيء يسمعها تطلعه على السطح لحد ما في يوم الايام اريل تنقذ الامير ايريك وبرغم انها لم ترى غير دقائق الا انها وعت في حبه وما يدرت انها تشيله من دماغ بس للشرع ولا الدين ولا منطق يسمح بشكل كذلك لان ما عليش يعني هو بني ادم وهي حرية بحر فمش هينفع ان هم يتجوزوا باي شكل من الاشكال فهين ايريك بدأت انها تفكر ازاي التحول لبني ادمة فراحة تساحرة عندهم معروفة مش عاوزة يعني اسمها ارسيلة ارسيلة دي بقى انت ممكن تتعامل معها انها زي سميح الجلات في مسلسل المداح طالما اديتك حاجة تأكد ان فيه حاجة قصدها والحاجة دي لازم هيجي من قراءة شر ولكن ايريال بتروح لها وارسيلة فعلا بتردل انها تحولها البني ادمة لكن بشرط انها تاخد منها صوتها وبتقولها ان هي في خلال ثلاث يام لو ما يدرش انها تتجوز الامير هتبقى ملك ارسيلة للأبد بعدها ايريال بتطلع لعلم البشر وبتقابل الامير ولما الاتنين بيبدأ يبقى ما بينهم شوية استلطاف ايريال بتخاف ان فعلا ايريال تقدر ان هي تقنعه بحبها فساعتها ايريال بتحول نفسها الواحدة جميلة وبتستخدم الصوت بتاع ايريال اللي هي سرقته منها وبتطلع للسطح وبتبتد انها تتعرف على الامير لحدها بتوقعه في حبها وبتقنعه ان هو كمان هيتجوزها لكن سطر ربنا ان في اليوم بتاع الفرح ايريال بتقدر انها تبوز الجوازة وبتكشف للامير حقيقة ايريال وساعتها بقى ايريال بيتجن جدنها تتحول عليهم وتتشعوز وتوريهم الوش الحقيقي بتاعها وبعد ما بتدور ما بينهم معركة كبيرة الامير بيقدر ان هو يطعنها بمقدمة السفينة في قلبها يموتها وبتنتهي القصة بتاعتنا بان هم بتتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا سبيان وبنات ودي بقى القصة اللي احنا عارفنا وشوفنا في الفيلم لكن القصة الاصلية حاجة مختلفة تماما القصة الحقيقية اللي انا احكيها من كتاب اسم زالية المريميد والمؤلف بتاعها واحد اسمه كريستن اندرسن والقصة الاصلية بتبدأ بمقدمة عن مملكة المحيط اللي كان بيحكمها ملك ارمل يعني مرته متوفاة واخد بالك ان نهاية مرته كان على ايد البشر اموتها كان لديها علاقة بيتر بيمة بازدها اتكلم عنه في فيديو الوحد بنعرف ان الملك مكانش بس عنده بنت واحدة لها اريل ولكنه كان عنده ست بنات واريل كانت هي اصغر واحدة فيهم وكلهم كانوا مهتمين بعلم البشر ونفسهم ان هم يروحوا يعيشوا فيه وده بسبب ان جدتهم كانت دايما عمالة بتحكيلهم عن عالم البشر فكانوا متعلقين جدا بان هم نفسهم يروحوا يشوفوه ولكن هم كان عندهم قانون ما ينفعش اي حريد بحر تحت سن الخمسشار سنة تطلع للسطح باي شكل من الاشكال وفي اليوم بتاع عيد ميلاد اريل اللي كان مرت فيه خمسشار سنة وطلعت فيه للسطح شافت فيه مركب المركب كان طالع منها اصوات كتيرة وصخب وكانوا عاملين حفلة ولما جات تختلص النظر وتشوف اي اللي بيحصل جوا السفينة اكتشفت ان دي كانت حفلة لعيد ميلاد الامير ولكن بعد شوية فيه عاصفة كبيرة ضربت السفينة وغرقتها واريل قادرت انها تنقذ الامير في اخر لحظة قبل ما يموت وطلعته على الشط وبصيت له وحست بنوع من الانجزاب ناحيته وفي اليوم التاني اريل رحت لجدتها وقالت له ايه اللي بيحصل للبشر لما بيموته فجدتها بتقول لها ان البشر لما بيموت روحهم بتروح لمكان تاني وبيعيشوا فيه بشكل ابدي لكن الحوريات ممكن يعيشوا لحد 300 سنة ولكن لما بيموتوا دي بتكون النهاية ما بيكونش عندهم روح فهنا اريل بتسأل جدتها الممكن في حورية يبقى عندها روح فجدتها بتقول لها اه ممكن بس لازم الحورية تقنع واحد من البشر ان هو يتجوزها وساعتها هيبقى عندها روح وهنا اريل بتاخد القرار انها نوعية تتجوز واحد من البشر عشان يبقى عندها روح وروحها ديت بعد عمر طويل تبقى موجودة في مكان تاني وتعيش للأبد وفعلا بتروح لساحرة عندهم في المحيط وبتطلب من الساحرة ديت انها تحولها البنيات ما عشان تقدر انها تطلع للسطح فالساحرة فعلا بتقول لها ان هي هتديها الخلطة السحرية اللي هتحولها البنيات ما ولكن الخلطة ديت ليها اعراض جانبية مؤلمة وبشعة جدا اول حاجة ان الفترة بتاعت التحول الاريل هتمر بيها هتبقى فترة كأنها عذاب لان هي هتحس ان فيه سيف بيعدي على الزوانفة بتاعتها بيقطعها نصين غير ان كل خطوة هي اتخدها فوق وهي ماشية في السطح بتاع البشر هتحس انها كأنها ماشية على ساكين تاريت حاجة انها من وقت للتاني هتلاقي رجلية عمالة بتنزف دم رابع حاجة ان اريل لو استعملت الخلطة السحرية فماش هيكون فيه اي امل انها ترجع تاني حرية بحر وخامس حاجة ان اريل لو ما اقنعتش الامير ان هو يتجوزها وتتجوز غيرها اريل بعد حفل زفافه بيوم هتموت وهتتحول لرماط لا وبعد كل دوات السحرة اخدت في المقابل منها الصوت بتاعها ولكنها ما اخدتوه زي الفيلم بطريقة سحرية ولكنها قطعت لسان اريل وبرغم كل التهديدات وكل اللي خاصة لأريل اريل برضو هتتلع للسطح فالي اطارة بقى هتنجح انها تتجوز الامير ويبقى عندها روح ولا هتموت وتتحول لرماط ده اللي احكولك ان شاء الله في الحلقة الجاية